اهلا بكم انا محمد موافي من ادارة مباعد شركة بيرامدز نتكلم النهاردة عن مشروع بيرامدز سيتي اكبر مدينة ترفاهية موجودة في مصر وفي العاصمة الادارية وفي الشرق الاوسط مدينة ترفاهية تجارية ادارية طبية لمساحة المشروع 152 فدان على النهر الاخضر مباشرة على محور بنزايد وفي مدخل عاصمة الادارية نتكلم ان احنا واحد بنزايد الجنوبي واحد الجمهورية الجديدة واحد العاصمة الادارية كالوكيشن المشروع لما نجي نتكلم عن قطعة الارض هلاقي ان انا ده مساحة المشروع بتاعتي او ده شكل المستربلان الخاص بالمشروع كالوكيشن المشروع ندخل ومخرج العاصمة الادارية في أعلى نقطة ترافيك موجودة في العاصمة الإدارية بالكامل بواجهة على محور بنزايد أكتر من 1700 متر وعلى الدار الأوسطي أكتر من 450 متر طيب كقطعة أرض أو كمساحة مشروع أو كلوكيشن لما باجي أتكلم أو أستثمر في حاجة تجاري أو إداري أو غيره كطبي بدور دايما على الترافيك الترافيك جاي الليبنين فلما كون أنا في أعلى نقطة ترافيك موجودة في العاصمة لأن أنا في مدخل ومخرج العاصمة الإدارية ده هيبقى أول بونس معاك قطعة أرض طيب إيه تاني؟ هلاقي أن أنا في ظهر المشروع بالضبط 950 فدان فيلا فقط مبني بالكامل وهلاقي في ظهري الـ R4 والـ R5 التابعين لهيئة المجتمعات العمرانية كمسيحات سكنية هلاقي أن أنا قدامي الناحية التانية من الدار الأوساطي أو في القهيرة الجديدة منطقة الجولدن سكوير بالكامل طبعا اللي فيها مونتن فيو فيها صوديك فيها بالمهيلز فيها كل الـ A-Blas community هلاقي أن أنا برضو بخدم على منطقة كبيرة جدا زي القهيرة الجديدة بلص أن أنا أصلا قريدي على الدار الأوساطي بلص أن العاصمة الإدارية كترق أو بنية تحتها مرتبطة بالأقاليم كلها في مصر فإحنا بنخدم بالتالي على كل الأقاليم بالتالي أنا بخدم على القهيرة بالكامل وأن أنا مرتبط بالدار الأوساطي بخدم على القهيرة بالكامل بسبيشالي القهيرة الجديدة ومنطقة التجمعات والتجمع الخامس وخاصة منطقة الجولدن سكوير اللي هي تعتبر مواجهة للمشروع بشكل مباشر ما نيجي نتكلم على مشروع بالحجم ده كان لازم كمطور عقاري أضيف فيه خدمات لأول مرة هتكون موجودة في مصر عشان القوة التشغلية أضمنها بكامل قطقتها في كامل المشروع هنتكلم عن خدمات لأول مرة هتكون موجودة في مصر زي إيه؟ حاجة زي الأكواريوم تانل مثلا الأكواريوم تانل ده خدمة أو اللي هو نفع الأكواريوم بنخش نتماشى جوانا نتفرج على الحياة البحرية حوالينا بالكامل حاجة زي الواكس ميزيم أو متحف الشمع لأول مرة هتكون موجودة في مصر وفي العاصمة الإدارية بتحديدا ده نفس فكرة المتحف اللي موجود في لندن موجود في الصين في كذا مكان في العالم اللي هو فيه تمثال محمد صلاح اللي انا كنا شوف كلنا تفرجنا عليه بلاص حاجة زي سنو سيتي أو مدينة التالج هتكون موجودة نفس الجبال التالجية اللي بنتتزلج عليها أو فكرة التزلج على الجديد هتكون موجودة في أكبر مدينة هرفاهية موجودة في الشرق الأوسط هنتكلم عن حاجة كمان زي الكارتنج تراكس بقى العربيات الكارتنج من الحاجات المميزة جدا في المشروع هتتعمل بسكيل كبير جدا همنتكلم عن تراك مساحته 16 ألف متر لاص طبعا نحن عندنا تنوع كبير جدا في الخدمات زي الجانجل زونز الجانجل زونز بنستخدمها في تنوع خدمات تانية زي مثلا الزيب لاينينج اللي هو بنتشعل عمل نقطة A بتودينا لغاية نقطة B أو تنقلنا من مبنى لمبنى زي الخدمات اللي موجودة في دبي من تنوع الخدمات برضو عندنا حاجة زي المسرح المفتوح دايما لما بنيجي نحضر أي حفلة أو حقيق مكان لإحتفالات في مصر بيبقى ستاج معمول أو مسرح معمول بيخلص الحفلة وبنلم المسرح طبعا لما يكونش عندي مكان مهيئ باستقبال أكتر من 14 ألف فيزتر أن يكون إقامة الحفلات كحاجة تشغيلية هتم قوية جدا عندي برضو مدحف الوهم أو اليوجين ميوزيوم هيكون موجود برضو في المشروع أو في مبنى الإنفينيت اللي احنا تم طرحه للبيع طبعا عندنا تنوع كبير جدا في الخدمات زي ما تكلمنا ده كله بيزول القوة التشغيلية للمشروع وده اللي بيفرق معايا كجزء تشغيلي بشكل كبير جدا لو ما نيجي نتكلم طبعا عن نتكلمنا عن الوكيشن نتكلمنا عن الاتراكشن بوينس أو نقاط الجزء نبدأ نتكلم عن البيمنت أو الطرق السداد مشروع ده فيه أكتر من 15 نظام سداد بيناسبه كل احتياجات العمل من أول أنظمة مؤدم بأقصات لغاية توصل لغاية 8 سنين أو مؤدم بعوائد وأول استبعد الاستلام وعوائد توصل لـ 22% في السنة عندي نوع تاني من نظم السداد اسمه نظام حق الاسترداد نظام حق الاسترداد برضو بنقدر نستثمر بمؤدمات من أول 35% لغاية 50% بيبقى عندنا قبشة أن احنا وقت الاستلام إما أن احنا نستلم اليونت بتاعتنا ونكمل قصاتنا على مدة 5 سنين بعد الاستلام أو أن احنا نسترد المؤدم بتاعنا بالكامل ونرجع اليونت للشركة فكل الأنظمة وتنوعها بيناسب كل احتياجات العمل من أهم النقطة اللي بتهم العميل النهاردة الجزء التشغيل النهاردة بيرامدز بتقدم لك فرصة تشغيلية وهو عهد التفويت بالإيجار عهد التفويت بالإيجار بيلزم الشركة أن هي تأجر لك الوحدة بعيد إيجاري من 15% من إجمال الوحدة لغاية 22% من الإجمال فبناء على نحنا لو دفعنا بقال النظام يوصل لـ 40% من 8 يونت سواء 20% و10% سواء 25% و10% سواء 30% سواء 35% هكون وصلت نسبة 40% من 8 يونت والقصات بتاعتي بتبقى بتبتدي من بعد الاستلام لمدة 5 سنين الـ 60% المتبقية عليها اللي هي القصات بتاعتي المفروض أسددها لمدة 5 سنين بعد الاستلام بنقسمها على يعني بنعتبر في السنة الوحدة للقصة بتاعنا 12% وبالتالي العائد الإيجاري بتاعي مني من 15% يكون مغطي القصة بتاعي وزيادة كمان 3% ده على الأقل اشتركوا في القناة نهاردة كنت معاكو من عشر مشروع لشركة برامدز برامدز سيتي المشروع الأكبر والأوحد في العاصمة الإدارية من ساحة 152 فدان حابين نشكر شركة وينت سونا عتشريفها لنا النهاردة وإن شاء الله يكون معاكو في فيديوهات كتيرة جاية شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة